موسيقى مشاهدي يا لفاضل أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ساعة للحقيقة تسارعت حدة صراع في بيت حزب جبهة التحرير الوطني ودخلت مرحلة غير مسبوقة بعد أن وصل الأمر إلى حد التنابز بلالقاب وتوزيع الشتائم والاتهامات بين الأمين العام الحالي عمار سعدان وسلافي عبد العزيز بالخادم ومعه الطاعنون في شرعية المسؤول الأول في الحزب وضع يعتبره كثيرون مؤشرا على حالة الاضطراب الحاصلة داخل أقوى الأذرع السياسية للسلطة تسارع الأحداث على مستوى قيادة الأفلان خلال الساعات الماضية أفضى إلى وجود شبه اتفاق بين المراقبين على أن ما يحصل اليوم في حزب الأغلبية وجه من أوجه الصراع الحاصل بين أجنحة النظام يديرها فرقاء الحزب العتيد نيابة عن من أسماهم سعدان بالأسياد ظاهريا يبدو أن الرئيس صار لا تهمه أزمة حزبه المعروف كما قال ذات يوم في الصيف لسبب واحد يكون في أن الأزمة عمرت طويلا ولم يتدخل رئيس الحزب ولو كانت علاقته بشرفية لكن قراءات أخرى ترى في موقف الرئيس تأكيدا على فرضية استعمال الأفلان كورقة من أوراق صلاع السلطة المستحكم لماذا تطور الصراع داخل الجبهة إلى هذا الحد وهل لقرب عقاد مؤتمر الحزب علاقة بذلك ما دلالات عودة بالخادم للتحرك بعد قرار الحرمان الذي سلطه عليه بوتفليقة وهل بالفعل أن هذا الحراك تقف وراءه قوة موازية لقوة الرئيس هل يسعى سعداني من خلال جرب الخادم لساحة الصراع إلى إقصاء جماعة التقويم والتأصيل وإظهار أن الأزمة بين رأسين أسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها مع ضيفنا لهذا الأسبوع القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد الكريم عبادة أهلا بكم سيدي بداية سيد عبادة لو نبدأ سؤالنا من ضجة التي أثارها السجل حاصل بين رأسي الأفلان السابق والحالي سيد عمر سعداني وعبد العزيز بالخادم والتي وصلت إلى حد تبادل اتهامات ونزول بلغة النقاش السياسي إلى مستويات غير مسبوقة بداية ما هو رأيك فيما يحصل الآن دخل الأفلان سيد عبد العزيز شكرا على الاستضافة فرصة تتاح لنا ليعطاء وجهة نظر فيما يجري وما واقع اليوم على الساحة بالنسبة لحزبنا وإنه لمن المؤسف ومؤسف كثيرا أن نعيش هذا الوضع المزري ما هو إلا مؤشر ودليل قاطع على ما وصل إلى الحزب من تدني ومن حطات لما تبلغ درجة الصراع إلى مستوى الشتم والقذف والتهديد والوعيد بين رجلين لأنهما رأسي حزب من قوسين هذا دليل على أن الحزب تانا في ضيعة ونحن خجلون جدا مما نشاهده ونسمعه عار وعيب كبير لأننا نحن كأموناظرين نعيش هذا هذا ما جعلنا نحن كأعضاء قياديين كمناظلين قاعديين ومركزيين أن نتحرك ونعمل منذ ألف وتسعة ألف عشر ألف وحداش بعد المؤتمر عشر تسعة ووشرة لما لاحظناه من تدني وتردي المستوى في الأداء وفي التمثير وفي الخطاب وفي الممارسات وفي التسير تحركنا كأعضاء قياديين لإنقاذ الحزب مما هو عليه ووقع ما وقع وأبعد الأمين العام السابق الذي هو السبب في كل ما حدث وهي النتجة هذه إحدى نتائجه هذه إحدى نتائجه هذه إحدى نتائج تسير الكارثي للأمين العام السابق بداية قبل أن نخذ فيها التفاصيل الأسباب الأزمة الحالية أو السجال الحاصل بين سعداني وبالخادم مثل ما يقول كثيرون أنه كان لقاء لجمع أعضاء قياديين في اللجنة المركزية ممكن أكثر من خمسين عضو بالإضافة إلى وزراء سابقين في بيت سيد عبد العزب الخادم وهناك جرى الحديث عن ما يمكن أن يسمى بتحضير الانقلاب ضد سعداني بداية أنت سيد عبادة كنت حاضر في هذا اللقاء لا 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 ما حاضرش الزردات هذه والهردات خاطئين أولا اسمعت بهذه اللقاء أنا سيد عبد العزب الخادم رجع من عمر أمبرك عليه دار ضيافة لأصدقاؤه ما الذي يحدث من حوار ونقاش وكذا طبعا جرء للقضية على هذا المتزلفين والمتملقين والمتقربين والطماعين هم الذين يدفعوا بالخادم أنه يطمع وأنه يحلم بالعودة هؤلاء ما يسمي رجل الوفاء ومش عزق الوفاء وفاء ما يشعروا لمن فسي عبد العزيز بالخادم يظهر لي عنده هذه الرغبة هذه عاود يرجع على رأس الحزب طريقة من الباب الخلفي لكن سيد عبادة من تسميه من تلآن بأنه متملقي للخادم بالخادم الآن هو من الشخصيات المغضوب عليها حتى من الرئيس بوتفليقة وبالتالي يتملقونه على ماذا في النهاية سيد مغضوب عليه أخرج من الرئاسة بتلك الطريقة المهينة ثم أيضا أقصي من جميع هياك الحزب في النهاية هؤلاء ألا تعتقد أنهم يؤمنون بأنه بالخادم هو الأقدر فعلا على مواجهة سعداني والإطحابه من ناس الأمان بالخادم لم يقصى من هياك الحزب بالخادم ما زالوا عوضوا قيادة عوضوا في الليجة مركزية اللي يقصيه من الليجة مركزية والحزب يعني لم يكن الرئيس الرئيس ما عنده صلاحية يقصى أي كان من الليجة مركزية قد الآن الطموح الغير مشروع على البعض اللي يشوف الخادم هو المفتاح لكل الأطماع وكل قدر هو يحقق لهم وأطماحهم وأطماحهم وأمالهم بدليل أن فيه اللي ترقها وفيه الناس اللي حقوا مواقع عن غير استحقاق وعن غير جدارة وبتالي عندهم أمل عودة بالخادم ضمنهم العودة من جديد خاصة لما نشوف أن بعض من أعضاء المكتب السياسي ووزراء وعضاء المكتب السياسي كانوا في طريعة العاملين على إطاحة بالخادم وهو الآن يعملون في طريعة العاملين اللي عودة بالخادم كيف تفسر هذا أنت والله طماعين هذا طماعين ثم في شناش أمين عام راحوا وعودوا في الله من بنبلة وارواح كيف هذه في تقاريده في الأعراف أمين عام مسؤول أدام أدام وصل درجة أنه استغني عن خدماته كمهري بن فليس بن حمودة يحياوي بسعدية قايد هذا كل مره على الحزب والحزب طبعا يوظف أولاده اليوم مسؤول وهذا مش مسؤول لماذا هذا الحرص والاستماتة في العودة بهذا الطرق هذه إلى درجة أن أصبح الحزب موضوع نزاع وهذا هو السؤال سؤال الجوهر الذي طرحته الآن سيد عبادة لماذا بالخادم يسر على العودة إلى الأفلان رغم أن الرئيس أقصى بتلك الطريقة وحتى منظلي الحزب أقصوه من خلال سحب الثقة لماذا إسرار بالخادم على هذه النقطة هل بالفعل هو طموح للرئاسة ما فيه أكيد عنده رغبة وعنده طموح الرئاسة هذا مشروع يعني يحب يطمح الرئاسة حق ما مشروعه ولكن ليس على حساب الأثلان ليس على المناظرين ليس على الحزب ليس بالطريقة هذه يحب يكون الرئيس يتفضل عنده عنده عدة منافذ يعني هذا حق مشروع لأي مواطن بصح يوظف الحزب ووظف المناظرين يوصل الحزب لما هو عليه والإهانات وكلامت عن الناس ليس وليس وليس ويضحك عن الناس وفرج عن الناس ولا رجلين مسؤولين على هذا المستوى هذا يتبذلون هذا التهم وهذا الشتم وهذا الله فمبالك المناظرين البساطة ماذا نقول المناظر البساطة هذا الدليل على أن حزبنا يعاني من مرض غضال استشرع وبرغت به درجة الأزمة يعني أنها تحتاج إلى استئصال سنتي لموضوع الاستئصال سيد عبادة لكن حتى نبقى في هذه النقطة السيد عمار سعداني في التصريحات المثيرة للجدل كان قال واتهم عبد العزيز بالخضب بأن هناك أطراف من تحركه في هذا السياق في اعتقادك هل تعتقد أنت بالفعل أنه بالخادم تقف وراءه أطراف داخل السلطة هي من تدفع به للعودة إلى لعب هذا الدور داخل الأفلان والله الشي اللي تبادلو وقاله في صدر واصحيه يعني هذا يتم في هذا سؤالي مطروح بالخادم كيف يرجع للحزب كيف يرجع للحزب كيف يقدر يكون أمين عامة حزب ما هي الطريقة لي جابياه والحقق قالها سعداني وسعداني كيف يقدر يتبوأ هذا المكان هذا حزب أو قالها بالخاتف ما جوش بالطرق القانونية الشرعية النظامية رغبا تعملون نظرين في أطر تعملون مؤسسات محترمة حسب الأليات اللي نصرها القانون والناس كل جاءوا بطرق ملتوية بالخادم يترأى أصمو أطمر ما واش عضو الجامعة الكزية يترأى أصمو أطمر بطريقة هكذا جاء لأنه مفروض لأنه عنده ولا لأنه بتاع الرئيس وباسم الرئيس وباسم الرئاسة ونسكوا طبعا ضباط ومشات وإلا كيف بالخادم يصبح يكون أمين عام كيف ما هي المؤهلات اللي تأهلوا بش يتبوأ هذا الموقع هذا سعداني كذلك ما هي مؤهلاته اللي تسمحلوا بش يتبوأ هذا المكان هذا يعني في النهاية أنتم تعترفوا بأنه حتى سعداني مدعو من عند الرئيس بهذا الموقع طبعا سعداني مجاش وحده ما جابش روحه واش عن الجبناء مجاش وحده لو لما عنده قوة داعمة لفرضاته وأوتي به كيف يقدر يكون كيف يعني في النهاية تشوف بأنه دعوات مثلا رفيقك في الحزب سيد عبد الرحمن بالعياط للرئيس بوتفليق للتدخل هو في أكثر من مرة يقول بأنه الرئيس غير راضي على سعداني ومشي هو ليجب سعداني هو كلام غير منطقي في النهاية ما يشوف سيد عبد الرحمن بالعياط ما احترامي شخص يفهم يستعمل في تنقضات يطلب من الرئيس هنا حيل سعداني والرئيس وريد سعداني ويقول بالرئيس عطى أمر بعقد الدورة وسعداني نرفض كيف سعداني يرفض أوامر الرئيس كيف كيف يقول باللي أنا انتظرت تسعة شهور ثمان شهور من هذه الشهور نستنافل أوامر تعال الرئيس الرئيس ما أمرني أمر سعداني سعداني ماذا الرئيس يريد الإبقاء على الأفلام في هذه السورة هذا سؤال ما نظر الرئيس مباشرة هو المحيط تعال الرئيس تتهم محيط الرئيس والرئيس أين هو هو موقع من هذا المحيط رئيس ما يجب تحميله رئيس ما وش معني مباشرة مروحة رئيس رئيس شرع فيه وش شرع فيه ما تعطيه صلاحيات وتدخل في القضايا النظامية قضايا مؤسسة حزبية لرجة المركزية هي الإطارات هي لأيات ما يقدرش يدخل الرئيس ويقحموا فيه يطلبوا من الرئيس أنه يدخل كيف يدخل الرئيس يدخل نحي هذا ويديه هذا وش مصراحياته ولكن وظف الرئيس اسم تعوى وظف هاشي وظفوه ويجبه في أشخاص من الذي وظف اسم الرئيس والله المحيط تعوى لأنه فائدة ولماذا محيط الرئيس له فائدة ما هي الفائدة التي يستنىها محيط الرئيس أنه يبقى الأفلام بهذا الشكل لأن الأفلام لو يكون مستقل بقراره وبطروحاته وبرنامجه ما يقبرش كثير من الأشياء وما يرضاش باش تمر أشياء بسمه ما يزكيش أشياء كثيرة راي تجري مثلا مثلا لفلان ما يقبلش بالظاهرة على الفساد المستشرة كان يتحرك ويتكلم ما يسكتش عمره مراضي وانسكته على ظاهرة على الفساد والانحراف والحلال والانزلاقات يتكلموا لفلان ما يسكتش على ما راه يجري في المنظومة الطربوية المدرسة الجزائرية راهي في انهيار ضرابات ومعالمين الجبهة التحري الوطني ما يسكتش على ما راه يجري في الجنوب من احداث ما يسكتش على هذه الزراقات والحرافات ويتشوف انه هذا الاطراف اللي محيطة بالرئيس من مصرحتها انه الاثلان يسكت على مثل هذه الملفات لا ما نقولش باللي عندها مصرحة فيها اجندات فيها فيه مهام فيها فيه اهداف فيه مصالح فيه مصالح فيه مصالح والان شي نلاحظوا فيه الان جبتها الوطني نعرفوها وليت ربينا فيها وعشنا كل ما راحلها من نشأتها الى يومنا هذا مسبق لهاش انها تعيش مثل هذا المستوى تعالين حيطات وانتعى السكوت وانتعى 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 التأييد والتزكية طبعا لفلان شزء من النظام وحزب شعبي حزب وطني وحزب الدولة ويدافع المصالح تاعد الدولة ويدافع النظام حزب النظام وحزب السلطة لا موش حزب السلطة حزب على النظام بتاع البلد لمصلحة البلد لمصلحة الشعب الوحدية وفي التعدل المفروض لفلان تسهم بقدر حسب وزنها في إنجاح وفي إرساء قواعد الديمقراطية والعمل الديمقراطي العمل الشعبي في التجديد في التغيير سيد عباد انت الآن تحدثت على موضوع المصالح بعض القراءات تقول بأن ما يجري الآن في الأفلان هو العكاس واضح لصراع أكبر من الأفلان حتى هو صراع بين الأطراف الفاعلة في القرار السياسي في البلاد هنا يشار تحديدا إلى من وصفتهم أنت بمحيط الرئيس وأطراف أخرى في الدولة لديها نفوذها لديها قوتها وهنا تحديدا يشار إلى جهاز الاستعلامات ومن وراء الجنرال توفيق اللي يقول بأنه كثير من القراءات تقول بأنه هو من يوقف وراء بالخادم في هذه المرحلة ما تصيرك المثل لهذه القراءات ما أنا ما عنديش نص القراءة هذه كلها يعني حق أولينا باطل هذا التضليل والتغليط ويحبوا يتغطى وراء هذا البوعب عن تعل الأمن ما الأمن وتوفيق ما التوفيق والرئيس ما كانش على صراع ولا ولا ما كان لول الجماعة يحبوا يوظفوا هذه الأسماء ويظفوا هذه المؤسسات ويتخبأ وراءها لتحقيق مآل ومصالح ذاتية هي في صراعة مصالح مصالح لما تشوف حزب يتسللوا أرباب المال وأحيانا المال بدون أعمال رجال مال بدون أعمال ويتنفذوا ويتمكنوا من مفاصل تسهير الحزب في المحافظات في المركزية في الليجان حتى نشوف في القنوات السدعية ويعرضوا ناس القنوات يتكلمون الحزب ما عندهمش تعلاقة بالحزب ما عندهمش تعلاقة بالحزب ما يعرفوش الحزب هو وقناعات سياسية هو إيمان هو عقيدة مش انتماء وانتساب وبرنوس نلبسون كين حب جاء بهؤلاء ووظفوا لخدمة فلان وفلان فيه الولاءات فيه الولاءات للأشخاص الولاء احنا عندنا وطربيتنا الولاء للقيم للمبادئ للأهداف للوطن للشعب للدولة يعني الحديث على أنه بالخادم يستغل من طرف بعض الأطرف في السلطة الحديث تراه بأنه مجافي للواقع سيد عبادة نظر السلطة كسلطة ومو كأفراد متقمسين هذه السلطة أفراد كأشخاص في النهاية السلطة يقف وراءها أفراد في طبيعة الحال السلطة هي المؤسسات ليس أشخاص والمؤسسات يقف وراءها أشخاص وكل يعرف في الجزائر هذا المعطب وهذا هو الخطأ لما المؤسسة تحول فيها أشخاص ما بقىش فيه قاعدة عمل نظيف ونزيل المؤسسات هي هياكل وهي هئات هي رجالات ليس رجل هي أشخاص هي تأطير ليس شخص ما يجب أن يحسر بالنزول الآن فيه الولاءات هذا التعفلان وهذا التعفلان وقسموا قسموا المناظرين قسموا قسموا الهيئات قسموا حتى وسيئة وسيئة لرجالات الحزب وينسبونهم أشياء هذا التعفلان تابع ما يخلو الشخص يكون مستقل بشخصه وأفكاره لا يجب أن يكون ذيل يكون تابع ولا تفهم أنت تعمل وكولوا زمر وكتل ومجموعة مجموعة متناحرة متقاتلة متنازعة على الوصول إلى سلطة التنفيذ وش ينفذوا ينفذوا برامج يتخدموا وتخدم أصحابهم تخدم أصحابهم برامج لكن في النهاية يبدو أنهم نجحوا في اختطاف الأفلان إذا مشينا في هذا المنطق يبدو أنهم نجحوا على تفر أنه لما الآن نشوف بأنه سعداني يضع العدو رقم واحد أمامه هو سيد بالخادم هل هذا مؤشر على أنه سعداني نجح في إقصاء باقي معارضيه على غرار أنتم كتقويميين لأنه الآن وكأنه صار ظاهر أنه الصراع بين بالخادم وبين سعداني بين تيار يمثله بالخادم والتيار يمثله سعداني وأنتم رحتوا بين بين الرجلين نحن نحن نتصاروا على الموقع نحن نناظر من أجل إصلاح الحزب لا نعنش حب التموقع لا نتنازع أو ننازع آخر في الموقع وفي المصر نحن نناظر من أجل إصلاح الحزب خمس سنوات وعن ناظر من أجل تقويم الوضع تقويم الإصلاح الحزب مع المناظرين الآن نحن نحي فلان جي فلان آيا نحي نحي وسعداني نجي بالخادم البال نحينا بالخادم وجي أبي سعداني اليوم آيا نحي وسعداني نجي بالخادم كأن الحزب ما فيه إلا سعداني وفيه لا إلا بالخادم كأن القاضي الحزب هذا ووقف على فلان معناها ملكية خاصة الجبهة وبالخادم إلى ما شيء هذا لا يوجد رجالة أخرى لا يوجد شباب لا يوجد قدرات لا يوجد مؤهلات رجالة الأخرى انخرطت في هذه السرعة لا يوجد سرعة أبعدوا وزاراء ولديهم أثقالهم وأوزانهم داخل الجبهة أبعدوا وأبعدوا الآن فيه مطارد المناظرين وإطارات كل ما يشوف فيها ريحة معارضة يقصيوه يغيبوه كل ما يشوف فيها ريحة انت إنسان يقول لا ما يصفكش وما يقيتش وما عندوش ولاء لفلان بعده سواء فيما يشاعب هذا الهيكل الجيد هذه المحظات في عملياتها مطاردة أو إقصال موضوعين تغييبهم معتوش بطاقات بيحضرهمش بيشتركهمش كل ما يشوف في ريحة انت عن نضال يجب يقصى يجب يجيو إلا ليسبع بحمد فلان يجب تحفظ ذكر وجي تسبح إذا ما تسبحش عندك ذكر آخر غير مرغوب فيك وهذا هذا يجي يقصي هذا هذا هو جماعة برخادم جدا سعدان الآن يحب يغيب جماعة برخادم وبالخادم الآن جماعته يحبوا يغيبوا سعدان وجمعته اشكري ضايع المناظرين ضايعين المناظرين هم من المضحية واللي علمي كان كثير من المناظرين مئات المناظرين الآن إما لتحقوا بأحزاب أخرى حوصوا على فضاء آخر يتنفسوا فيه كسجين نظيف وإما رأهم خابعين في ديارهم والتزموا حدود تحديدا حزب بلاء الحريات للكثم لا تخل بأن نجح أنه يكتسب لأن ضعفنا نحن ضعفنا نحن اضطرنا المناظرين ضعفنا نحن المناظرين هذا نخلينه إلا للصراع يجيبوا 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 وصور واحد يجندهم إلا باش إذا يتقاتوا بالخادم كان يجندنا جيش من من البرطة جيه يضربونا من تيبازا ومن عين الدفلة ضربوا أعضاء المركزية على مرأة ومسمع تاب الخادم وأعضاء المكتب السياسي الحاليين لرغم الآن يطالب يعني المناظرين كأنهم مجعورين إلا للصراع في حين المناظر للتفكير والتخطيط والتأطير وتوعية الجماهير ونشر الرسالة تعم 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 دعم الجهود تعم تعمية تدعيم عامل البلديات تأطير الشعب محالبة الآفات هذا دور المناظر سيد سيد عبادة ممكن المتابع الآن يقول بأنه من خلال الكلام اللي أنا تحدث وفيه يقول بأنه ممكن سيد عبادة يرى أنه الأصلح للأفلا بقى سعداني ولا عودت بالخادم إذا صرت بين هذا الخيارين هل أنت مع سعداني سيد عبادة لا يا خلاة ما نحتمع واحد أنا مع القيادة الجماعية الآن ما كان يشتر أمين عام أمين عام الآن وقدرنا نحن رسالة لسعداني رسالة هذه قريب بعد ثلاثة شهر بعثنا له وعطينا له الحلول قال الآن ندير اللجنة اللجنة من خيرة المناظرين اختارها وما عندهم مش رغم ما يترشحوش خمسين ستين ربعين ثلاثين يشكلوا فريق اللي يعملوا على معاجز الأزمة فتح حوار مع المناظرين واسع الحوار نقاش ويلقوا الحلول ويحضروا إلى مؤتمر مسؤول وهل سعداني عنده الإرادة ما عنده فايدة يسعديني حبيد المؤتمر على المقاس بيكون أمين عام الآن كل شيء راجي باش يضمن البقات أو كأمين عام كل هذه العمل هذه التجمعات وهذه المهرجة التي يديرها والخلاجات وهذه الهيكلة الجديدة هذه المحافظات الجديدة العملية التفكيك كلها عملية وطبخات باش يروح إلى المؤتمر يعين أمين عام قبل المؤتمر والآن ها وقصة لجنة مركزية لجنة مقصية هي المسؤولة هي المسؤولة إيه المسؤولة أن تروح إلى المؤتمر تأتي حساب الآن قال لا هذا حق أريد بوضع قال القواعد قال المناظرين هما لحظروا المؤتمر ما هوش ما أعلم في العاصمة سعداني رافع في الريف ما هوش في العاصمة أعضاء المكسي المناظرين نعم من المناظرين فالنهاية سيفرق عليكم وسعداني أمر واقع أي واقع أي أمر واقع سيعقد المؤتمر وسيتوج أمين عام جديد على وارفضوا أنتم في المعارضة والحزب الذاهب ونحاولوا إلى عامل آخر نطلب بتغييب الحزب لفعل هذا يروح مقاش وظيفة وورقة يستعملوا فيه هذا من دعاة الناس لحله يعني تشوف بأنه في حزة الآن هذا كلام مهم جدا تقول بأنه في حال ما إذا ذهب سعداني في نفس خيارات وانتخب أمين عام جديد للأفلان تطالبون بتفكيك الأفلان شوفي أنا مسؤولي كلامي وحنا في قواعدنا ومناظرنا لو يحضر المؤتمر بالطريقة غير القانونية وبغير الطريقة الشرعية كما نسألها القانون ويحضر بغير المناظرين وفي غياب اللجنة المركزية لعندها صلاحية وحق تحضير المؤتمر نحن سنعمل على أولا إفساد العرس مش عرس إفساد المؤتمر والمطالبة بتغييب الجبهة لا تبقاش لعبة ووسيلة فيه للناس الانتهازيين الوصوليين الدخلات كيف تقدروا تغييبوا الجبهة؟ نعم نجندوا مع المجادين مع المناظرين مع الشرعب نطالبة تقولوا تشتركوا مع سعيد سعدي في مطلب إحال لا هذا حاجة أخرى لا نشاطرش في هذا عندنا منطقنا وعندنا طروحاتنا وعندنا تصور احنا أولادها يعني يعني ينلعب ينفسد لا 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 ينلعبوش وحضر المؤتمر بالمناظرين اللجنة المركزية هي المسؤولة أمثلا المؤتمر سعداني يحب يغييب اللجنة مركزية رايحضر فيه خارج اللجنة مركزية غير قانوني غير قانوني ثم فيش عربيسة ونحن حكم ليحكم بيناتنا عنده دعم عنده سلطة سيد بلعياط رو يتحدث على توقيعات وعلى الذهب إلى وزارة الداخلية لاستجلاب رخصة لعقد اللجنة المركزية يعني كل هذا الكلام ما عنده معنى هذا سيد بلعياط مثلا يتحدث اللجنة المركزية هي منقسمها يا أخي اللجنة المركزية تسمعها فارضا بني جاب رخصة سيد بوعلم جعفر قال لك أنه جمعنا 185 توقيع والله هذا من تمني يكون هذا معنى النص أكثر من النص والنصر آخر كشين دلولو النصر مع سعداني معنى اللجنة منقسمها معنى عزم نقسم ما بيش واحدة القيادة معنى فيه أطراف متنازعة والمشكل قائم عودة بالخادمة تحلش المشكل بقاء سعداني ميحبش المشكل المشكل وين لهذا ولا هذا الآن إطارات جدد شباب موجودين الله يبارك موجودين أنا بلاش هذا أنا وفلال لن نخليه ناس جيل جديد نفس جديد يعطي دعم ويعطي أكسجين جديد للجبهة مولادها الحقيقيين باسم التشبيب وباسم الشابيب مناظرين حقيقين مولاد الجبهة الشباب لك تتحدث عليهم سيد سيد عباد نحن شفناهم يتصارعوا تقريبا بالألفاظ البذيئة موش مناظرين موش مناظرين موش مناظرين هذو أشباه سعداني وعب الخادم المولاد الحقيقيين ميتسبوش ميتضربوش حتى إذا في قضايا يعاجوها داخليا داخليا وبالكلمة الطيبة وبالنقاش والحوار موش بدبزاو موش بدوز هذو موش مناظرين اللي يضربوا بنعصي موش مناظرين اللي يجيبوهم باش يضربوا المناظرين موش مناظرين يشكون اللي سن استعمال العنف واستعمال القوة والعضلات ضد القيادات ضد يشكون ما أصراش حتى في عاد لا في عاد مساعدية ولا في المهري ولا في عاد من بلة ولا عاد قيد حمد ولا زحي ما كانش عمار وصلات ولا في عاد بولام الحمودة ومن وكتب من وكتب من اللي من الفين واربعة ترشيح تابن فليس التصحيحية دخلت فيها للأصلاح وش كون رئيس تصحيحية السيد برخادم استعداء بالعضلات وأنا أتحدى أي إن كان شاف لي واحد أنا منذ حياتكم استعملت العنف ولا جنة المناظرين ضد المناظرين إطلاقا إطلاقا بالعكس استعمال العنف ضدي العنف ضدي مجندين جابوا مجمعها مجندين فيتي بازا قال لي واحد الآن العنف ولا هو المنطق سيد عبد فيتي بازا فيه جون فيكين نحي ناسي بالخادم عفوا الضورة اللون اللي ضربنا فيها جوا أحد شاب حاب يضربني يقول له هذه قال لي سعبادة تشفاء نهار جيناك احنا كنت مسؤول تنظيم جيناك وش كيناك قلناك سعداني عفوا قلناك نحي نزحالي وبالخادم راح كذاك ذاو ذيك وما ما مشيش معنا الآن رانا احنا مع بالخادم نضربوك جندين خالصين خالصين حزب دانمجي خاصين وذي حقيقة والناس كلين يعرفوها وانقول كلام هذا وانا رأينا اتألم داخلي اتمزق لي سعيب سيد 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 أعبادة انت عصرت معظم الأمناء السابقين للحزب كلهم وممكن انت ايضا مجاهد وعيشت فترة مناظر في الثورة وشفت الأفلان كيف كانت عند هذه الرمزية في الشرع الجزائري لما نجو احنا الآن ونتحدث بهذا التفاصيل حقيقة انه يخج المتابع المشهد السياسي انه يقول بشكل موجودة سيد أعبادة لا تعتقد انه الأفلان خلاص حتى انت كمدافع عن الأفلان بذلك الواهج وبذلك الصورة التي تقول بانه يجب ان تعود لحزب الأفلان خلاص صار عيب وعار ان الوحد يقول ان انا نلتسب الأفلان يزون بعدوا الناس هذول يأساؤلية لفن عنده رجال وعنده رجال ما كمش قادرين يرفعوا يدهم الأفلان ما يرفعوش يدهم هم هم جاول بش يرفعوا يدهم يرفعوا يدهم اللي يخليهم المناظرين يصرفوا ما يدخلوش ما دخلش صورة في الجلسات النظامية تعالي حزب واش دخلها واش دخل اللي يجيب انتا واحد دخله بالقوة طلبنا الرقصة اعطينا لا تدخل ما اعطلش رقصة جمعنا ثلثين عدد مئتين وخمسة وسبعين توقيع درناها ما بالعيات مرتين حين طلبوا بالرقصة باش نديروا دورة لانتخاب أمين عام باش اعطونا الرقصة لماذا في تحييز لماذا العدلة احنا حكمنا لإلغاء الدورة انت أقود 2013 لماذا لم تلغى شات عدلة انت على الصباح المحكمة القضاء المنسي الأعد للقضاء حكم بإلغاء وعدم شرعية الدورة لماذا لم تطبقش معنا في تحييز في اضطهاد في تعصف وأنتم عن جزولة عن فعل شيء سيد سيد عبادة وهذا اللي اتفعل كثير من المنظرين في الأفلان إلى التجاء ببلخادم لأنه ببلخادم يروج ويسرب في وسائل الإعلام بأنه استدعياء لرئاسة الجمهورية قبل أيام فقط كان في رئاسة الجمهورية لترتيب أمور الحزب سيد ببلخادم هو الوحيد الذي يستطيع مواجهة سعداني أنتم كتنسيقية أو كتقويمية أو كمعارضين لسعداني فشلتم في أي شيء يعني منذ اعتلاء سعداني سدة الأمانة العامة وأنتم تتحدثون وتتحركون لكنكم فشلتم في النهاية لما جاب الخادم يتحرك الناس مشاتوا مراه لا تدقوا الكلام هذين الناس يقولون لا 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 مش مش معهم مش مش مع هجماعة فقط طمعهم طمعهم ثم بالخادم يروح الرئاسة يروح رئاسة وبعدين ولا الحزف الرئاسة أكيد لا وهذا والخطأ وهذا والخطأ أنت تقول بأن اللي يجب الخادم مش الأفلان واللي يجب سعداني مش منظري الأفلان بالتالي الرئاسة وأطرف الرئاسة هي اللي يجب ونحن رفضين هذا وعليش ونحن رفضين ونحن رفضين ونحن رفضين هذا ونحن رفضين هذا ونحن رفضين هذا ونحن رفضين ونحن رفضين رفضين الطريقة هذه ونحن رفضين هذا ونحن رفضين يعيبوا علينا احنا خاصة انا اιندورت في دورة tin 24 جول طبعا Opera دورة اخيرة وتحذرمه No tomer هذا الناس اللي يعيبوا عليها حضورهم يت括 되는 الدخول يتق subscriده الدخول täysay حظر الدورة قناك علي احظي الدورة و حظي الدورات مو يسعدينہ لكن هناك من يقول و اتهمك سيد عبادة أقرب بالسعداني منه بالخادم ويقولوا بأنه كانت عندكم لقاءات حتى بعد انتخاب سعداني أمين عام على رأس الحزب والله هذه يروجوا فيها جماعة اللي ما يحبوش حبيه الخير للحزب ولا المناظرين هذا جماعة هذو تعزع زعامات هذه الواهية زعامة ويحبوه يديروا الظل الآخرين علاقتي معه بالخادم أكثر من علاقتي مع سعداني الخادم قم سنة يخدم معه قدرني ويحطرمني ويحطرمه الخلاف هو في الأسلوب وطريقة العمل ما تفهمناش عليها فقط ما فيش خصومة شخصية ما عندي إش سعداني كان معنا عضو نعرف بالخادم كبر سعداني سعداني زارني جاني الضار وما عرضتهم وجه واحد وجاني كثر خيرو حتى بالخادم زارني في المستشفى هذا عمل إنساني جاء زارني وذرنا الزيارة هذه داروها على أني درت صفقة ورأني بعت روحي ومشيت مع سعداني صحيح هناك ما قال هذين كلام يعني انتحداهم يجيبوا لي أي حاجة لتثبت أني مشيت مع سعداني وإلا أني مشيت مع سعداني في لقاءك مع سعداني كنت جددت رفضك وقتلوا بأنه أنا لأعتبرك أمين عام غير شرعي الأثلان طبعا قلت هلو في وجهه وفي حضرة عظم قلت بسياسي قلت ياسي عمار احنا رأنا رافضينك وطعنين في شرعيتك ورفعنا قضية العدل ضدك لثلث عوامل ثلث أسباب العامل الأول أنك جيت بطريقة قانونية غير شرعية اللجنة مركزية لم تزعى واللي عنده صلاحة تسدعائها هو صاحب المادة التسعة هو بالعياط هو اللي مطلوب من المستدعيها واللي حضروا ما وشكل عدل مركزية وعندنا الدليل عندنا الي سيدي وعندنا الجرعي ونعرف الكثير مناضين كانوا في الصف الأمامي وش مناضين أقل شيء 26 واحد ثم قلتوا بالحجة بالدليل اللجنة مركزية فيها 351 وقعت الراس يترفض 1200-1300 الثلثمية وخمسين ما تعمرش القاعة احنا شو القاعة كل ما عمرها شكون هذي الناس أذو ولا نعرف الناس النواب المنتخبين تعزير حاضرين الجوم قسنطينة جوم سطيف جوم الواج عمروا القاعة موش أعضرجة مركزية كين أعضرجة مركزية ولا كين موش ما كاش النصار هذا السبب له ولا اعتراضك على سعداني السبب الثاني قال أنت كنت دار صفقة مع بالخادم احنا بلغنا أن نقدار صفقة معنا تأمين عام هو مرشح للقاسيات لما ترشح الرئيس هذا طاح راح السبب الثالث ما يحوم حولك من شبهات على الفساد ما يحوم حولك وفقوا تأمين وشبه ما نشظ بري ساحة تاك ووش قال لك سي سعداني يعني يثبته أنا ما نشاني أنا ما نشاني ألا نثبته أنا قا يثبت ملي كان هنا يثبت هذه دعايات من 2006 ونسي يكتبوا في الجرائد 2006 بري اثبت العقس أنا ما نتهمكش ما عنديش أنا ديلي نتهم حنا نقرأ في الجرائد ونسمع ونستهضر كيف أنا نمشي معاك كأمين عام والناس يهضروا فيك والصحي تكتب عليك ويشارك بالأصحي كيف ندفع عليك نسقط نحط رازك تأمين عام تمسؤلتهاي كنتو هذه الأسباب يا سي عمار اللي خلات خلاتنا أخذ الموقف منك ويش قال لي مدام سألتني نقول استسمح الجمهور قال لي تاع الشرعية هذين قال لي بالعياط ولي جابني قال لي تسعة شهر ولي قد على الجمهور كذلك ومحب تدعيها وكان يطيب فيها ليه ولا بالخاد حاب البن ومخبي الطاص بهذا العبارة بهذا العبارات قال لي ثمانة شهر أو تسعة شهر قال لي ومحب تدعي دورة وبيتالي أنا ما خليهوش نحيز بلا رأس أنا مؤهل كين أطراف مناظرين شجعوني أطراف مركزية وراني أمين عام فعلي وحنا ما زال عندنا موقفنا وانا أرد على الناس الذين يراهم يتهموا فينا إذا فيه واحد اللي يراها معارص أحوه أنا ومحيط ومجمعات احنا لي عارة احنا ما عندناش طماع احنا ما شباش نحيو سعداني اللي وجوه بالخادم احنا نحب وصح والحزب ما عندناش ما عندناش نشخي وطش الدين بيدها احنا ما نمشيش بالإحاءات وبالتوجيهات وبالإشارات نحن مستقلين بقرارنا بقناعاتنا بمواقفنا بتصريحاتنا نحن جزء من الحزب هذا مناظرين ابناء الحزب الأقحح نناظر نناظر من أجل تقويم وتصحيح وضعه وما نطمعين ولو لمس أولياء ولا مصر ولا غيره مع المناظرين الشرفاء وهم كثيرون ولكن عقدوهم تتكلم ضد الرئيس كأن الرئيس هذا هو الكل في الكل يعني لا تتكلم لا تعارض لا تناقش لا تنتقد لا يكون لك رأي اه انت ضد الرئيس هذا خط أحمر ما تجوزوش يش غضر حمر هذه خطط حمراء هذا مناظر كيف يتكلمش في القاعة ومتكلمش في الاجتماع وما يحور وشي دين هذا المنطق اللي كرسوا الرئيس اللي دعمته هنتو ما في أكثر من المناسبة سيدة عبادة نحن الرئيس دعمنا في 99 زكيناه انشاءال المكتب السياسي حزب ذلك الوقت كان له رأي وكانه موقف لإنقاذ البلد بأزمة تجنيب البلد مخاطر المنافسة الحزبية وصراعات كان في تحالف حكومي فمشان مع الرجل الإجماع ومستجد 99 كانت معروفة ومشينا وذلك الحملة ونحن مقتنعين به كرجل رجل دولة من الحزب من الثورة وقناعتكم في 2004 امشينا مع الشرعية امشينا مع الأمير العام سيد بن فليس حزب عندهم رشح سيد علي بن فليس قطر شح حر كونت داليبر الماضي عمر طويل تالحزب والمسار طويل بالحزب ما يسمح ليش أنا نخلي الشرعية وروح نخلي الأمير العام وروح مع الله مش معبا علي بن فليس كاي علي بن فليس بالداليل بن فليس ما يش معنا قطر يعني ما عندوش الصفة لتسمح له باش أنا نأيزه أنا حزبي هو أخرج من حزب كامور شحر مش معه مش مع بابل فليس نحن مش مع شرعية ولكن هذا موقف خذيناه كحزب لجنة مركزية مؤتمر جريدنا وضربنا وا وا و وا 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 وا, و imminent الان خلص هذا الموقف هذه ما يجب nochmal ما يجب alligator عايي ما يجب alligator عايي معيا هذا الى الكو لمن بعد ايّدته هذا هو المنطق اللي يقول معارضي رئيس بوتفليقة بانه هذا هو منطق بوتفليقة في التعاطي مع خصومه ثوى نهاية. انتم دفعتم ثمن رجل انتم اتيتم به لا لا شوح لي ما نحن المثنان اش عمossيا ف describes other things وبتليقاه رجل حزبي مناضل مجاهد وعند مكتب السياسي وعند مستورة قتل الآن الأداء النتائج هذه تقيم وهذا هو المشكلة التي نحن طارحينه مع عمار سعداني في العهدى الرابعة في جنة مركزية مجتمعش لم تجتمع بكامل أعضائها وتناقش وتدرس موضوع الرئاسيات لا يجب أن نزوها شخصية على شخص واحد يصرف يقول نحن مرشحنا فلان الشخصية هذه هذه من صلاحية اللجنة مركزية تجتمع وتناقش وتقيم وتأخذ قرار تزكي تعين ترشح تمشي إلى أخير واذا كانوا تعطي مجال المناظرين يقول وراهم يحبر والأغلبية تقرر ونشيوا مع الأغلبية هذا ما تمشي في 2009 المجلس الوطني اجتماع وقرر بشي يزكي بوتفريقة العهدى الثالثة نعم قرار في العهدى اللولى اللجنة مركزية قررت فمكتب سيقرر وما كنش متخوفين أن الأفلان في عهد سعداني في حال ما إذا لقدر الله حدث الطارق ليستوجب أنه تعقد رئاسيات مسبقة ألا تخشوني من أنه سعداني يخرج لكم نفس الخرجات 2014 ويقدم لكم مرشح أنتم غير راضون عنه في الجبهة يعني يكون عندنا نفس الموقف نقوله كلمتنا نقوله كلمتنا والرجل قوي يتقبل كذا جيت وحدك كذا تقرر تقرر إلغاء تأجيل المؤتمر بي حق شكو أنت نأجل المؤتمر اللي جمع المؤتمر تجتمع وتقود الدارس هذه صراحياتها القرار سيد لا نأجلها حتى ندير الدستور وما عالق الدستور بالمؤتمر والآن ندير المؤتمر قبل الدستور هكذا نزوات شخصية حكم الفرد هذه الدكتورية في حين الحزب نتعلم تعود على العمل الجماعي قيادة الجماعية في استشارة في حوار في الرأي ورأي المخارج وفي الإقناع ونمشيه جماعيا من نفس الموقف سيد عبادة حتى نستغل الوقت القصة اللي بقى لنا من عمر البرنامج خلينا نطرح بعض الأسئلة الأخرى أنا في الحقيقة لما نتحدث على حزب جبهة تحرير الوطني والأفلان وأنا درست في المدرسة الجزائرية لما نتحدث على الأفلان يرتبط في ذهني هذا الحديث عن الأفلان بمنعكس شرطي اللي هو أن الأفلان عنده مواقف الواضحة الصار ما تجاه مستعمر الأمس فرنسا لكن يبدو أن هذا الكلام غاب في دهالي السياسة فيما بعد وربما بعض تفاصيل هذا الموضوع كشف عنها كتاب الأخير للجزائر باريس علاقة حميمية لتحدث عن بعض الحقائق التي هي معروفة لدى الكثيرين وجاءت صادمة لدى البعض ممكن من بينها لأنه نتحدث على الأفلان من بينها أنه السيد عبد العزيز بالخادم المكان أمين عامل الأفلان عقد صفقة مع الرئيس الحالي فرنسوا هولوند اللي كان وقتها مرشح للرئاسيات مقابل أنه يدخل الأفلان للأممية الاشتراكية أن الأفلان عنده دور في دعم موقف جزائري للمرشح فرنسوا هولوند ألا تعتقد أنه في النهاية شو بأنه أفلان الأمس في النهاية غاب في هذا التفاصيل شوفي يا أخي شوف المسألة أعمق من هذا موش قد تعصفقها من صفقها الأمم الاشتراكية احنا كنا فيها ملاحظين قبل يعني عملي ما نش قبل ما نش مجديد مزمن احنا نراحظين أعمل أنت عضاء في المكتب السياسي هذا كل وقت أنا كدير جراء وكدير أفلان ودعو الأمم الاشتراكية ما عنده حتى ما عنده حتى معنى ما عنده حتى معنى نسألة أعمق من هذا كيف أنت تقبل أمين عامة حزب عنده شهة إقامة فرنسا سيد سعداني ما يقال شهة موقيم ليس فقط شهدة الإقامة هم تحدثوا عن ممتلكات ليس فقط ممتلكات أنا أضر على الأمين العام أي عقل هذا نحن كنا نعيب على أية أحمد كيف يصير حزب نتاعه من جونيف العملاق الرجل العظيم الثوري التاريخ وكنا نعيب عليه قال ننتقده قال يصير حزب نتاعه من موقيم في 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 كيف نقبل خاصة نحن اللي عندنا مواد تاع تاع الدماء بينه وبين فرنسا ما زالت ما زال ملف ما زالت مشاكل ما زال عندنا نزام كبير بينه وبين فرنسا ما زالت العقد هذين كيف نسمحنا المسؤولة تعنا اللول مهين قاوسين عنده شهة إقامة وموضوع كلام في الجرائد الأجنبية وذو تعاليق وكذا هذه هذه إيهانة ما بعد إيهانة كيف كيف نسمحنا المسؤولة تعنا متهم باللي عنده أملاك واختلص أموال وكذا هذا كيف من قوسين ما عنديش أنا الدليل ما نقدرش ولكن نقرأه نسمحك ما رامي يقوله ناسه كل هذه كلها ترجع بتدائيات سلبية على الحزب وإحباطات تعالى المناظرين يقولي أشمو البارة شوف والله البارة في المرج مع واحد مناظر قديم ومجاهد قال لي بالحرف الواحد قال لي والله يا فلان كي نشوفك ونشوف همثالك يعني نفرح قال لي نتفت حق ذا نشوف فلان وفننقوش أسمع قال لي نندم على الساعة لكي تفت الحزب وهذه حقيقة ممكن هذا يعكس رأي الغالبية للشارع الجزائري الشعبي السائل عندهم غيرها حتى عندهم غيرها على فلان يغيظهم الحال لأن هذا تراث هذا الاسم في حذاته خلينا من الأشخاص اسم يتمرمد 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 يشوف أنا أنا في حصة هذه والله ما يشعر يعني بصرع يعني أنا معقد حشمان بروحي يعني عشمان لما نشوف أنا شخصيات يعني ما أمين يتسبوك على الملاو أهبط أن نركب أهبط أن نركب عنه على على اللجنة مركزية اللجنة مركزية واللجنة مركزية في حذاتها يا أخي وهذا احنا طعنين فيها قبل اليوم في بعد الموطمر عشر كي الكثيرون الكثير منهم وهو مش مناظلين وهذه هما الأتباع هذه هما لجنة الوفاة هذوم لهم يطالب بعودة بالخادم هذوم كيم gay مزافيهم لماذا يرحم وScript وليك ما دلنش لجنة الوفاة المهري مظلوم ما دلنش لجنة الوفاة لقعلا من حمود التنحى ما دلنش وفاة لجنة الوفاة البنفليس لجنة الوفاة وفاة وبالفعل هذا الجيش مؤلفة عن المناظرين معهم ولكن الحزب حزب راح 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 قايد الحزب قاعد ما قالش الدوس مع ابو مدين مهري راح خلاص ومهري عنده أنصار وعنده أتباء وعنده جيش عن المناظرين بفلس كيف كيف راح راح الحزب موش فلان لماذا احنا الآن لا لا سعداني لماذا لا سعداني بالخادر لماذا لا فيش آخره عنده شباب قايمة قايمة انتع شباب موهلين بشكل أمان عامين جميعين إطارات ترباوا في الجبهة ففي الشبيبة ذروا البلدية ذروا الولاية ذروا النقابة معناهم ترقاوا في سلم النظال حتى وصلوا أعضاء قياديين اللي جاء مركزية مجيوش من السقف شوف كاين الآن أعضاء مكتب أرهم الآن في المكتب السيد ما مش مناظرين نعرفهم وذا في واحد يعرفه مناظرين وأنا من جملة الناس وليش واحدة على كلين نعرف مناظرين سيد عبادة ممكن سؤالي الأخير قبل ما نختم هذا النقاش اللي مر بسرعة البعض يقولوا بأنه هناك مستفيدون من الوضع الحالي في الأفلان هناك منافسون سياسيون أيضا يستفيدوا من هذا الوضع البعض يشير تحديدا إلى سيد علي بن فليس ليقول بأنه حزب حرية طلائع سيكون أفلان بيس بنكة أخرى على الاعتبار أنه غالبية أو الغالبية السحقة من المناظرين أو قواعد التي تصفها أنت الآن بالصادقة في الأفلان ستوجه بوصلتها نحو علي بن فليس خصوصا أنه هناك إطارات كثار ما زال لديهم ميولات قديمة لشخص بن فليس شوف إذا سمحت قوة هؤلاء في ضعفنا نحن لو حزبنا يسترجع العافية نتعه ويجمع شوتاته ويزنازل الناس عن أن نيتهم المناظرين يرجو الحزبهم ويقويوه ويقول أقوى ما كان عليه الضعف نتعنا تناحر الداخلي التآكل الداخلي هذا هو اللي يعطى قوى الآخرين ما عندهمش الناس ما رحوش حبا في بن فليس موش ما عندهمش ولااء للشخص كشخص بدليل راح راح خلاص كش ما دارو يجب وفاك كش ما مشوه معاه احنا هو واحد من مناصرين تعب في بفليس هو وراه أنا قاعد في الحزب وراه أنا قاعد في الحزب احنا ماش تعب في بفليس المناظرين تع حزب تع قناعات وشوه أعضاء قيادين هذه قيادين حزبيين مشوه مع دارو الحملة ولكن ما راحوش يدور الحزب ما حابوش يدور الحزب رمزانه في الجهة مركزي رفضوا ما حابوش ينسلخوا من جلودهم مبدائيا ممكن في مراحل لاحق قيبات سمر كانوا مؤسسين رفضوا لأننا نسعى قائديين وهم كثيرون ولكن غيبوا وهم وهم في زاوية من ركونين وفي قاعد الانتظار بصح كائن حاجة يعابوا عنهم أنهم سكتين يتحركوا أنا قريت البيان إخوان زملاء رفاق سيمي خاليف حب ذلك قبل اليوم حبينا كان هذا البيان هذا الحركة كانت قبل واليد في اليد من جهة وانا من جهة وانا من جهة وانا من جهة ولكن كين تلاقاوه نتلاقاوه على هدف نبيل ما نتلاقاوش واليد في اليد باش نخدمه فلان أو فلان أو نخدمه الزمرة الفلانية نخدمه الحزب نعاجل أزمة على الحزب ماشي الأزمة على الأشخاص هيا نتعاون ونديره مؤتمر مسؤول قيادة مسؤولة واللي جمع بروك عنه سيد سعداني في أحد حواراته على أحد الموقع الكترونية الشهيرة كان هناك من قرأوا بأن هذا التصريح يندرج في إطار طمأنة مناظر الحزب بأن شقيق الرئيس بوتفليقة سيد سعد بوتفليقة لن يؤسس حزبا سياسيا اللي كان يقوله بأنه سيكون وريث الأفلان هل هذا تطمين من سعداني لمناظر الأفلان أم أنه بالفعل يعكس أنه لا يست هناك رغبة لشقيق الرئيس في أن يخرج للعلن لممارسة نصف الحزبية هذه الجياحة هذه أنا يديره وعنده حزبه أنا يديره وعنده حزبه أنا الشقيقي يدير حزبه وعنده حزبه يعني هو المسيل الفعلي الأفلان؟ والله يروحه وعنده والله يبارك سي عبد الحميد مهري لا يرحمه رحوا لي جمع من المناظرين واحد مستاصر رح ليه يزوره بيت وقال له عايسي عبد الحميد ننتعونه باش نقضي الحزب حال أنه نحروه حزب من العصابة لنتعب الخادم وش معه قالوا ما تخلقوش قالهم بالخادم هو رح يقضي عليه ويحروتها خلقوش أو قيمة المهمة هذه ثم اللي عجبوا الحال واللي يخدم وراضي بالوضع هذا هي فرنسا إن فرنسا عندها خصمان خصمان في البلاد جيش التحرير الجيش الشعبي الوطني واجبت التحرير الوطني جبهة التحرير الوطني فيما مرة تأعمل لتقيبها جبهة التاريخ وليس جبهة الحاضر هي الآن هي ذات يمكو عقارة في باري رأي تبتهج أي فرحاني عجبها لحال هذه ولا يخدمونها سيد عبد الكريم عبادة كلمة أخيرة باختصار فقط لأن الوقت يداهمنا قبل أن نختم كلمة أخيرة أولا اعتذارات الجمهور الرئيس ما فيه على هذا الممكن تجاوزات وكلام معذرة كلمة أخيرة وجهاء المناظرين نعم يتحركوا يربوا بالثقة لتحول إيقاذ حزبهم وكذا عضاء القيادين عضاء الجمهور اختصار فقط يكفيهم يكفيهم تشت وما يفرحهم هذا الانتشار يسميه انتشار تعمو حظر هي عملية تفكيكية هذه عملية تعالى قضاء الحزب يجب يراجعون فوسهم وينموا شبتاتهم ويكفيهم الزعامات ويكفيهم الولاءات ويكفيهم من هذا الطموح الجارف هيا نعملوا يد في اليد بدون أي غرض شخصي بدون ما تكون عندنا رغبات أن نكون ثم دعوة لإخواننا يخليوا الحزب يرفع يدامي يخلينا نصرف في حزبنا كمناظلين كل واحد الموقع وكل واحد يساهم بدون ضغط بدون إملا بدون إيحاء بدون بزنس أتمنى أنه رسائلك توصل سيد عبد الكريم عبادة القيادة في حزب جبهة تحرير الوطني مشاهدين كرام نشكر ضيفنا على داء تلبية تدعو تسعى الحقيقة لهذا الأسبوع كمان نشكر لكم حسن انتباهكم معنا وصبركم معنا خلال هذه الفترة مشاهدين الكرام نضرب لكم مواعد لاحق بحول الله في الأسبوع القادم نمتم في رعاية الله والسلام عليكم شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة